السلام عليكم في كتاب مشهول جدا اسمه ورتوكالات حكماء صهيوه وقبل ما افتح الكتاب اتأكد من صحة الكتاب في كتب كترة جدا منتشرة وتنسب الى راجل معين او شخص معين او جامعة معينة وبينما لا يصح نسبتهم اليوم لما تسأل اهل العلم يقولك لا الكتاب ده نصب للراجل دوت الراجل ده مكتبش الكتاب دوت ودص عليه او بعد ما مات واحد اقلف كتاب وكتب اسم الشيخ عليه وحاجة زي كتب طيب الكتاب دوت نفس الفكرة اللي كان فيه ثورة الروسية وعلى القيصر فالرجل المسؤول من الدولة حب ان هو يشوه سلطها فعمل ايه ففيه طرق كتيرة من دمن طرق ديات جاب شوية ورقة كان كتب واحد فرنسي زي مسرحية كده بين اتنين مسرحية فلسفية فهو راح مغيرها وخلاها ان دي محاضر الاجتماعيات وارتوكولات حكومة صفيون وقدمها للكيسر وكيسر عجبته في الاول وقال لهم مشروعة بعد كي اكتشف انها مزيفة فرماها يعني ما بقاش استخدمها الكنيسة الروسية برضو قالت انها غير صحيحة كل ما تعرض على محكمة المحكمة بص ما فيش اي دليل على الكلام دوت والكلام يعني كل الاشياء توزبط تتكسبها يعني ايه اللي خليهم فروسي اكتبوها بالفرنساوي بينما هي مفروض تكتب على القلب العبري باللغة بتاعتهم اللي هم مفروض كلهم حخامات فعارفين اللغاليات فبين تزوير في حاجة كتير جدا في نوقع كتير جدا تؤكد ان الوسائق دي كلها مزورة وهي كتلاعبة سياسية وضرارها كبير جدا درارها كبير جدا ان احنا بحس ان اليهود هم اللي بعملوا كل حاجة هم اللي عملوا 11 ستمبر وهم اللي عملوا خرم الاظون هم اللي دخلوا الجن وده حدف الطوباء يعني كل حاجة نساب ليهم بشكل خرافي ان دول الاساطير ودول ما حدش يدروا يقفوصاتهم واحنا مش بناقفو قدام الجالد احنا بناقفو قدام القدر والعزو بالله يعني حتى من اشهر الناس اللي كتابوا الموضوع دوت ولم يبطرق ليه دكتور عبدالله بن مسير يعني عمل كتاب موصوع عن اليهود ضخمة جدا مازالك ما تكلمش عنها وده يؤكد انها جسوبة هو كان بيؤكد دايما في كل المحضرات بتاحته انها جسوبة ومحدش يسمعها لان ده هيسبب انهيار للروح المعنوي بتاعتنا فأسنا الحرب واحنا ما عندناش غيرها غير روح المعنوي نرجو التأكد من من صحة الكتاب قبل من قراه نرجو التأكد من ان احنا ما نسمعش اي خبر ونسدقه وننشره خلاص لا لازم تأكد الكتاب ده من اكتر كتب اللي ترجمت واكتر كتب اللي انت شهرت وكتب في فترة مفترات اكتر كتب مبيعا في الدول العربية فمرة مرات قابلت واحد هو المترجم من دين المترجمين يعني هو الترجمة كاس الترجمة فأول ما شفت وخدت بالحضن وازاي فبقول له بمشتة كتب كتاب بتاعك او مصور بالنواف بمشتة كتب كتاب بتاعك ان اللي بيترجم الكتاب ده اليهود بيطلوه على طول يعني هما قتلوك ما انت الكتب في الكتاب كده وبعدين اشفاك حي يورزك قدامي ما ده لازم اخدك بالحضن فنرجو تجنب الكتب العباسية زي ديت وننتبه للكتب القايمة وننتبه لمنقشة التقدم العلمي عندهم وزي احنا ان نوصل لاحسن منه وخلان نتكلم عن فكرة سهونية نفسها خلاني نتكلم عن اجذوبة المحرقة اللي حصلت والعزة الكبيرة اللي هما بيزودوا فيها برحتهم دي اللي هممكن ينقشها افضل من الخرافات اشتركوا في القناة